اشتركوا في القناة برنامجكم محادث صحافة نبدأها من صحيفة الابزرفر البريطانية التي اشارت الى الدمار الذي لحق بسوريا وتساءلت هل بشار اسد يواجه نهايته على انقاض البلاد وتحدثت عن ان تقدم الثوار وتوفر امكانية حصولهم على اسلحة واضفت ان تنظيم الدولة الاسلامية يتقدم في سوريا وان النظام السوري يتأرجح باتجاه الانهيار وسط صراع مميت للهيمنة على المنطقة وقالت الصحيفة ان الحرب التي تعصف بسوريا منذ اكثر من اربع سنوات بدأت تتحول الى صالح الثوار الذين يقاتلون النظام السوري ونسبت الى احد قادة الثوار في ادلب تصريحه بان سبب تقدم الثوار ضد قوات الاسد يعود الى حصولهم على الاسلحة التي يريدونها والاسلحة الوحيدة التي لم يحصلوا عليها بعد هي تلك المضادة لطيران واضافت الصحيفة ان حصول الثوار على اسلحة جديدة هو ما مكنهم من السيطرة على مدينة ادلب وعلى مناطق اخرى مثل بلدة جسر الشغور في غضون ايام واشارت الى ان السهول الزراعية التي تمتد الى مدن اخرى في المنطقة مثل حمص وحماء اصبحت عرضة لامكانية سيطرة الثوار عليها اكثر من اي وقت مضى منذ منتصف 2012 واثني عشر وفي السياق ذاته لفتت الصحيفة الى ان النظام السوري ارسل بعض قوات النخبة التي لديه للدفاع عن حقول الغازي الحيوية في انحاء اخرى من سوريا ولكنها سرعان ما منيت بالهزيمة على ايدي تنظيم الدولة الاسلامية نهاية الاسبوع الماضي منوهة الى الدور الذي تلعبه بعض دول المنطقة في سوريا على المستوى الاقليمي والى الجهات التي تحارب بشكل مباشر او بالوكالة في البلاد صحيفة الديلي بيست الامريكية نشرت مقالة لجيمي ديتامر بعنوان داعش وجيش الفتح الجديد يتجهان نحو المواجهة اكدت فيه الصحيفة على ان نظام الاسد بدأ يأخذ احتياطاته لمواجهة قد تكون محتملة في معاقل العلويين الساحلية حيث بدأ بتخزين السلاح في القرى الجبلية تمهيدا لقيام اقليم علوي او دويلة صغيرة هناك على حد وصف الصحيفة واشارت الصحيفة الى ان الاسد بدأ بملامح حزين في اخر ظهور له حيث تحدث في احتفال بدماشق عن ضرورة رفع معنويات قواته غير ان ذلك لم يكن مجديا وشككت الصحيفة ان كانت قوات الاسد قد انهارت فعلا امام زحف مقاتلي تنظيم الدولة في تدمور اذ من المحتمل انها انصحبت من امامهم من مقراتها واوضحت الصحيفة انه ثمت مواجهة مؤجلة بين تنظيم الدولة وجيش الفتح في سوريا مشيرة الى ان تقدم الطرفين باتجاه العاصمة دمشق سيؤدي لا محال الى مواجهة عسكرية بينهما واعتبرت ادليبست ان حمصة يمكن ان تكون هي مكان المواجهة المقبلة اذ تعد حمص عاصمة الثورة السورية كما يطلق عليها نشطاء ثورة كما انها تقع في طريق خط سير تنظيم الدولة بعد استيلائه على تدمور وتعاني قوات الاسد وحاضنته الشعبية من حالة شبه انهيار معنوي بعد سلسلة الهزائم الكبرى مؤخرا في الشمال والجنوب حيث بات جيش الفتح اقرب من اي وقت مضى الى تحرير مدينة حلب فضلا عن الساحل معقل الاسد والعلويين صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالا لجورج سمعان تحت عنوان تقدم داعش ضرورة حتى تنضج خريطة الدولات اعتبر فيه ان سوريا تشكل المفصل في الصراع المذهبي فهي المعركة الحاسمة بين الجمهورية الاسلامية من جهة والعرب وتركيا من جهة اخرى مشيرة الى ان مآلات هذه المعركة سترسم فعلا خريطة النفوذ في الاقليم وتعطي صورة واضحة عن ميزان القوة واضح الكاتب ان سوريا هي الجسر الباقي لايران والذي يصيرها بالمتوسط ويضعها على حدود اسرائيل مباشرة كما ان لسوريا ثقالها في ميزان اهل الخليج خصوصا بعد خسارة البوابة الشرقية وفي حسابات تركيا التي مهما كانت على قاتها ايجابية مع ايران لا يمكن ان تسكت على هذا التوسع الايراني في بلد ترى اليه بوابتها الى المشرق العربي والخليج ايضا وثقالا مهما في ميزان القوى الاستراتيجي في الاقليم ورأى الكاتب انه لهذه الاسباب تشكل المكاسب التي تحققها فصائل المعارضة ايا كانت تسمياتها تحولا مصيريا في الازمة السورية مبينا انها نتيجة طبيعية لقرار تركي وخليجي عام بالتصدي المباشر للمشروع الايراني حيث ان عكس التفاهم بين الرياض والدوحة وانقرة تفاهما بين فصائل عدة على الارض السورية واكد الكاتب ان النتيجة الواقعية هي ان يستقر الصراع على تقاسم يترجم الارض على الارض نوعا من التقسيم مبرزا ان سوريا عبارة عن توزع دويلات بين قوى متناحرة سينعكس صورة مماثلة على العراق وحتى لبنان وخلص الكاتب على ان زمن التسويات سياسية فات وتجاوزته الاحداث والدواعش وغيرهم ضرورة حتى نطج الخرائط الجديدة في صحيفة العرب القطرية اقرأوا مقالا كتبه عبدالوهاب بدرخان تحت عنوان النظام السوري يفقد تدمر ولا يخسر رهان سجنها تطرق فيه الى سقوط مدينة تدمر في ايدي تنظيم داعش ولا فتا الانه بالنسبة الى سوريين كانت تدمر ساقطة في ايدي النظام منذ عقود تحديدا منذ قرن اسمها التاريخي العظيم بواحد من ابشع السجون في العالم وبواحدة من اكثر مجازر السجناء سوءا ولذلك فان سيطرة داعش يستمرار للسقوط وانتقال من يد قذرة الى يد قذرة اخرى واشار الكاتب الان الكثيرين داخل سوريا وخارجها التقطوا البشائر الكاذبة وهللوا لسقوط سجن تدمر باستيل الاسد موضحا ان كل من له اب او ولد او اخ في ذلك المكان كان مستعدا للمتنان لداعش لو صدقت الاشاعات التي اطلقها عن تحرير السجناء لكن الفرحة ظلت سرابة وراء الكاتب ان هذا الحدث كان مناسبة لاثارة اسئلة قديمة جديدة عن لخز لم يحل بعد وهو كيف يعقل ان يوضع هذا السجن الحقير في هذا المكان العظيم كما تساءل ياسين الحش صالح بعد ستة عشر عاما امضاها في ذلك السجن وبعد مذكرات مذكرات تأملية عن تجربته التي نشرها بالخلاص يا شباب صحيفة عكاظ السعودية نشرت مقالا لفهم حامد بعنوان حزب الله وتخريب لبنان حيث ترى الصحيفة انه يوما بعد يوم تتكشف خطط ما يسمى بحزب الله وزعيمه نصر الله في تدمير الدولة اللبنانية واختطاف مقدرات الشعب اللبناني وتحويل لبنان الى بؤرة لصراع الطائفي والارهابي واستمرار دعم النظام الاسدي البربري في قتل الشعب السوري واطالة امد الازمة العراقية عبر اثارة البلابل والقلاقل ودعم ميليشيات المالكي لاستكمال حلقة التآمر على العراق وسوريا واخيرا دعم ميليشيات الحوثي التي اهلكت الحرث والنسل اليمنية وبينت الصحيفة ان تصريحات نصر الله تأخذ لبنان الى التدمير والتخريب حيث يسعى جاهدا لتعويض هزائمه في سوريا موضحة ان العالم اليوم اصبح على يقين اكثر من اي وقت مضى ان الحزب هو جزء من مشروع ايراني تدميري وتخريبي للمنطقة بدءا من سوريا والعراق الى لبنان وانتهاءا باليمن موقع السوريا نت نشر مقالا لعلي حسين نباكير بعنوان هل يمكن ان ينهار ما يتبقى من نظام الاسد في اي لحظة دور المثلث السعودي القطري التركي حيث تتواصل انتصارات المعارضة السورية منذ بداية العام في اكثر من جبهة مع تراجعٍ ملحوظ لقوات وميليشيات ما تبقى من نظام الاسد هذه الميليشيات الارهابية التابعة لايران بدأت تتقهقر بدورها بشكلٍ سريع ومعظم انتصاراتها الصورية الاعلامية اليوم اصبحت لا تدوم اكثر من بضعة ايام كما حصل في تلة موسى لقد دفع هذا الزخم في تقدم المعارضة وتراجع النظام كثيرين الى التصريح خلف الابواب المغلقة بان نظام الاسد قد ينهار بشكلٍ مفاجئ في اي لحظة نتيجة ضربات المعارضة المتلاحقة والسريعة لكن هناك من يعتقد ان الاسد ليس حراً اصلاً في ان يقارر متى يهرب او يغادر المعركة او حتى يستسلم انهيار ما تبقى من نظام الاسد يعني ان هذه الجهات ستخسر كل ما استثمرته فيه منذ البداية وحتى اليوم وهي ليست مستعدة حقيقةً لذلك بعد ايران لا تزال تحاول منع انهيار ما تبقى من نظام الاسد لان ذلك لو حصل فسيحرمها ايضاً من ان يكون لها اي دور او كلمة في الوضع السوري في المرحلة القادمة نهيك عن ان ذلك سيضيع عليها حتماً حتى فرصة المقايضة على الاسد ما ينطبق على ايران ينطبق على روسيا ايضاً ولكن بشكلٍ مختلف لكن المثير للسخرية ان التحرك السريع زاء استشعار امكانية انهيار ما تبقى من نظام الاسد جاء من قبل واشنطن فبدلاً من ان تحزم واشنطن امرها وتسرع من وطيرة ضغوطها الاقليمية والدولية لتنفيذ مقاررات جنيف واحد واخراج الاسد من المعادلة تحركت على مسارين الاول تحاول من خلالها التواصل مع الروس لترى مدى امكانية التعاون على امل ان يكون الملف السوري مدخلاً ايضاً لتعاون في قضايا اقليمية ودولية اخرى كملف محاربة الارهاب وملف اوكرانيا وأمن اوروبا والموقف المستقبلي من نتائج الاتفاق النووي الامريكي الايراني على العلاقة بين روسيا وايران وامريكا الثاني تحاول من خلال ابطاء عملية الانهيار السريع للنظام والتحكم بطريقة ومسار الانهيار بما يخدم اجندتها حصراً ولكي تشتت الانظار عن هدفها الحقيقي تركز ادارة اوباما على المخاوف من ان يؤدي سقوط ما تبقى من نظام الاسد الى سيطرة داعش ولذلك هي تحاول ان تستفيد ايضاً من هذا التشخيص او التوصيف لتوظف الاخرين في دعم جهودها في مكافحة تنظيم داعش اما مكمن الخوف الحقيقي لدى ادارة اوباما فهو ان يتحول التعاون وتنسيق الاقليمي بين كل من السعودية وقطر وتركيا الى تحالف يدفع هذه الدول الى اتخاذ قرارات اكثر استقلالية في القضايا الاقليمية الخساسة وتخشى الادارة الامريكية ان تحزم هذه الدول امرها في مرحلة ما بعد الانتخابات التركية القادمة خاصة وان يؤدي ذلك الى تسريع الاطاحة بالاسد قبل ان تتحضر هي لذلك خاصة اذا تم ذلك قبل الاتفاق النووي الامريكي الايراني المرتقب ومن هذا المنطلق تبذل ادارة اوباما الكثير من الجهود لابطاء سرعة دوران عجلة التعاون والتنسيق بين دول هذا المثلث انطلاقاً من الملف السوري تحديداً وهناك من يشير ايضاً الى محاولات بعض الدول الاقليمية خدمة هكذا رؤية من خلال احباط هذا التعاون بطريقة غير مباشرة عبر اقتراحات او مشاريع ملغومة صحيفة ديريليش بوستسي نشرت مقالة لنوزة ججيك بعنوان ايران المانيا وحساب لكمة يتحدث فيه الكاتب عن ايران تلك الدولة التي ظفر بها الشيعة الصفوية على شيعة علي كرم الله وجهه وذلك بعد صراع كبير رسمت وتشكلت من خلالها السياسة الخارجية للبلاد مما اوقع ايران في فخ الطائفية في الزمن القريب اعلنت ايران ضم بغداد ودمشق وصنعاء ولبنان الى جانب طهران عواصمة لبلاد فارس ظنت ايران انها قادرة على استرجاع امبراطوريتها السابقة لكنها لم تكن تعي انها فتحت اربع جبهات واقحمت نفسها في مستنقع حروب لا خروج منها وهي تتبع هذه السياسة التوسعية نوعاً ما لتحقيق ما بات يعرف بالهلال الشيعي وتسعى للتمدد في المنطقة لكنها تنست وتجاهلت الازمات الداخلية لها والمتمثلة بالاقليات الموجودة لديها مثل البلوشستان والاكراد والاذريين والاقلية السونية ولقد شاهدنا احتجاجات الاقلية العربية في الاحواز وبلوشستان واخيراً الاكراد في مهاباد وهذا الوضع ينظر ايران باحتجاجات واسعة في البلاد تكون اكثر من مماثلاتها عام 2009 تفتخر ايران بالسياسة التي انتجتها الثقافة الفارسية على مدى خمسة الاف سنة لكنها لا ترغب في اغلاق حساباتها القديمة فهي لا تتوارى عن تذكيرنا بالاتفاقية التي حصلت بين السلطان سليم الاول والاكراد والتي اغلقت امام الفرس باب البحر الابيض المتوسط ولذلك نرى ان لديها حسابات قديمة مع الاكراد بعد الثورة الايرانية سعت ايران جاهدة في نشر التشيع وتركيا كانت من بين دول كثيرة حاولت ايران ولا تزال تصدير التشيع اليها عبر الجعفريين التركومان في تركيا حيث دخلت ايران وانتسبت الى حزب الحركة القومية من خلالهم ومن جهة اخرى لعبت ايران على وتر اخر وهو اليسارية حيث نرى افراد موالين لها في صفوف حزب الشعب الجمهوري وعلاقتها الجيدة مع حزب العمال الكردستاني تبسط لها اليد على الداخل التركي ذلك التغلغ الايراني في تركيا وان كان غير مباشر فهو يهدد بزرع المزيد من الفتنة والتفريقة بين المسلمين عامة لابد من اطفاء حريق طائفية بين المسلمين والتي اشعلتها ايران واول قطرة ما لاطفاء هذا الحريق تبدأ بزرع مفهوم شيعة علي كرم الله وجهه في ايران بدل شيعة الصفوية وعلى ايران ان تقدم مصلحة الامة الاسلامية على طائفيتها الصفوية صحيفة صباحة التركية نشرت مقالة لمحمد بارلاس بعنوان الضحك والمرحة متنفس للمجتمعات بالتأكيد سمعتم ان تمل الذي سمع ان التوقيت الساعات سيتأخر بسبب تغير الموسم قام بارجاع الساعة للمحل الذي اشترى منه ساعته بطل هذا النوع من الطرائف عندنا يدعى تمل ولكن ليس فقط عندنا بل في فرنسا ايضا الا توجد طرائف ماريوس على سبيل المثال ماريوس الذي انزعج من طول العصة التي قام بشرائها حديثا عندما اشتكى لصديقه قال له صديقه لتقم بقصها من الاسفل فتقصر العصة غضب ماريوس واجاب ولكن ما يزعجنه هو ارتفاع اعلى العصة لا اسفله ويتابع الكاتب متحدثا عن الذكاء السياسي فعلى سبيل المثال رئيس الوزراء السابق لايطاليا سيلفيو بيرلسكوني يقال انه قال في احدى المؤتمرات الصحفية انتظروا من الصحفيين ان يطرحوا اسئلتهم ومن الصحفيات ارقام هواتفهن بالمقابل وينستون شيرشيل احد اكثر ساسة الانجليز حدة في الذكاء على مر التاريخ حين قالت له ليدي اسطور المعارضة لو كنت زوجي لوضعت السمة في نبيذك رد عليها شيرشيل لو كنت زوجتي لشربت النبيذ المسمم بدفعة واحدة اما في عالمنا السياسي فالعبارات التي ترسم الابتسامة تكاد تختفي مع الوقت دائما اتذكر مقولات زوجة المرحوم وصفي رضا وصفي رضا كان يلقي النكت والطرائف في مجالس الاصحاب فيضحك الجميع دون انقطاع في احد الايام بينما كان السيد وصفي وزوجته جالسان في الساحل يشاهدان الغروب قال زوجته يا وصفي ارجوك قل لي عبارة جميلة هذه المرة فحدق وصفي رضا في زوجته ثم قال بقلاوة الان يكون ضريفا لو ان ساستنا ايضا قالوا لبعضهم مثل هذه العبارات الجميلة بين الحين والاخر اليس الضحك والمرحة تصرفات موافقة لفطرة الانسان وهي امور نحن بحاجة اليها جريدة حبر نشرت في افتتاحيتها مقالة بعنوان خارج الصندوق ساكون اكثر صراحة واضحا اكثر منطقية من اجل ان نصل الى حيث ينبغي في تفكيرنا لاجاد حلول لمشكلاتنا تعالوا لنجرب الصندوق مرة اخرى تعالوا لنكون اكثر قدرة على التحكم به لنقولب فكرنا في المواضع التي تحتاج الى قولبة ولنعلنها حرة عندما نشعر اننا بحاجة للحرية انها صفعة للتفكير ان تطلب منه التحرر والانغلاق في وقت واحد المطلق الوحيد هو اننا نمتلك قدرات كبيرة ضمن مجالنا الذي خلقنا فيه قدرات تستعصي على ان تكون باتجاه واحد قدرات متفاوتة بتفاوت حاجاتنا في الحياة ولكننا نمتلك الارادة الحرة في اختيار طريق اداء دورنا ونعلم ان للاخرين ادوارا تتطلب منه ان نفهم ما هم عليها ان نفهم ذلك لن نكف عن الظن باننا الفرق الناجية التي لم يهدى احد سواها او باننا العباقرة الذين لن يهتدي للحل سواهم او اننا النخبة التي ستفعل وتنجز وتغير وتقارر الحقائق باجتهادها ليؤمن بها الاخرون بصمت الجميع جدير بذلك جديرون بالمحاولة وان حجم بلد يمتد على ملايين الناس يحتاج لهذه الملايين ليصنع نهضته يحتاج لان يؤمن هؤلاء انهم قادرون ان تكون خارج الصندوق هو طريقة انت تقرر ولا يمليها احد عليك او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله العظيم بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون قد وصلنا الى نهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة